السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه نهاردة جاب لكم فيديو بسيط جدا شايفين البطاطس المحمرة الجميلة دي وشايفين الزيتون ده انا كنت عاملة الزيتون ده معكم في القناة فباوره لكم خلينا في البطاطس واسيب الزيتون دلوقتي المهم البطاطس دي احنا حمرناها مع بعض بالزيت البارد بصوا بقى البطاطس انا بنقلكم الواحدة الكبيرة المحملة وباكن منها حتى عشان تشوفوا البطاطس مقرمشة من برا ومن جوه طرية ومستوية وزي الفل زي البطاطس الجاهزة وزي البطاطس بتاعة المطاعم واحلى الف مرة كفاية نظافتها وكفاية الحاجة عاملينها في بيتنا المهم احنا هندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا البطاطس المقرمشة اللي لون هروعة دي ازاي بس قبل ما ندخل الفيديو لو اول مرة تشوفي قناتي اعمليلي اشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد انا بنزله او لو عجبك الفيديو ومتبخليش عليا بلايك بصي بقية لوزة انا معي هنا البطاطس البطاطس هيت مقشراها عادي وشطفها وهي سليمة اهيت زي الفل تمام وهنا معي طاصة على النار انا همسك البطاطس اقطعها اين تقطيع زي ما بتحبيها اقطعيها كبيرة صغيرة طخينة رفيعة انتي حرة انا عموما بحب اقطع البطاطس كده كلها على بعضها علشان كده بيطلع مني فيها محمل شوية وكمان رفيع انا بحب البطاطس يا المحملة والذي بيحب البطاطس رفيع هنا هوطي علشان انا لسه مقطعتش بقية البطاطس ما علينا هنقطع بقية البطاطس وهنشوف ازاي هنقل البطاطس بالزيت البارد ليه هقلي البطاطس بالزيت البارد الطريقة ديت انا جربت كل انواع قلي البطاطس الطريقة دي احلى طريقة وكمان بتسعفني يعني انا لو وقفة كده زي الوقفة اللي انا وقفها دي ولسه بقطع في البطاطس على مهلي وعايزة حمر بطاطس بروح مقطع البطاطس وكبز زيت في الطاصة حط في البطاطس وكان الله بالسر عليم وتطلع معايا احلى بطاطس مقرمشة ولا حطنا لها مية متلجة ولا قلناها نص قلية وكسرت مننا ورجعنا نقليها تاني ولا اي حاجة يا دوبك اهو غسلتها قدامكم من الحنفية وهمسك الزيت احطه من الازازة اهو في الطاصة تمام انا بحط الزيت كتير شوية لان انا بقلي فيه يعني ساعات باملة اتصر كتب الازازة كلها وقلي فيه مرتين تلاتة بطاطس وبعد كده اقلي فيه مرة سمك وخلاص همسك بقى البطاطس كده هوت زي ما هي ما هتلنلهاش اي اضافات عايزة تحطي خلط حطي ملح حطي انتي حرة خالص مفيش مشكلة بس انا هقليها كده اه هحط البطاطس اهي في الزيت ما قالش يليل لسه على النار الزيت بارد خالص وهسيب البطاطس ديت لما تشتغل بقى مع نفسها وتتقلي كده مع نفسها انا مش لازم يعني ان انا احط الزيت يقضح ويولع وبعد كده جرمي فيه البطاطس يطلع دخان وساعاته يطلع نار وكل الكلام اللي بيحصل ده علشان اطلع بطاطس مقرمشة انا هطلعها لكم مقرمشة من غير كل اللي انتوا ممكن تعملوه دوت ساعات انا كتير كنت الاول بحط الزيت على النار واسيبه يسخن قوي اجي حط البطاطس انتوا عارفين طبعا اللي بيحصل مش لازم اقولك ربنا يا استرى يا رب علينا جميعا انا كده بقى هسيب البطاطس بتاعتنا لغاية ما تشعشع كده والزيت يسخن هعلي طبعا عليها النار انت شفتين كنتم موطية النار والزيت بقى يسخن بيها وتتقلي براحتها خالص وبعدين هنشوفها مع بعض هنا كنتم بقول لكم شوية معلومات عن البطاطس سامحوني انا اصلا نسيت بس اه 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 افتكرت كنتم بقول لكم اني هعمل معاكم البطاطس ان شاء الله بكذا طريقة بس بعدين دلوقتي البطاطس زيت سيخن اهوت وشعشع هنسيبها تستوي وهورها لكم بصوا كده البطاطس بتاعتنا اهيت هنا بقى في الوقت ده اللي بي وحراكي وعملي كل اللي انت عايزه عشال البطاطس ما تتكسرش منك احنا هنكسرها بعدين بنقلقيش اه اه انا هسيبها شوية هي كده لونها اللي هو الدهبي ده انا هسيبها تغمق ستنة صغيرة تمام كده خالص تمام تمام هنطلع بقى البطاطس بتاعتنا صفي بقى منزل زيت كده بالراحة وطلعي على منديل مطبخ البطاطس كمية ما شاء الله انا قلت لكم كمية كبيرة علشان تشوفوا انها هتطلع حلوة وما فيهاش ولا احدى مكسورة ولا حاجة وزي الفل هيت دي ممكن حد تاني يعمل الحبة دول على ثلاث حطات مثلا هطلع بقى كل كمية البطاطس كده على فكرة هي كمان التصوير ظالمها بصوا انا هنا بنقلكم الوحدة الكبيرة المحملة اكثرها لك علشان تشوفي هي قد ايم ارمشة من برة ومن جوة يعني طرية وجميلة بجد جميلة بصي البطاطس ما شاء الله وانا عمل اكسر فيها كسرت البطاطس كلها بس انا عايزة اوريك هي قد ايم ارمشة من برة ومن جوة طرية البطاطس كمية كبيرة وحلوة ويعني مدخلناش الشقة ومعملناش حاجة زي ما انا قلتلك جربي تقلي البطاطس كده عايزة تحطي اضافات تحطي عايزة تحطي خل عايزة تحطي ملح عايزة تحطي اللي تحطيه حطيه انت حرة بس انا قالتها قدامي كهوات من غير ولا ملح ولا خل ولا اي حاجة خلاص بقى هنقدمها ونشوفها مع بعض اشتركوا في القناة